ربما يوجد مراه الإنسان الغريجي يمكن أن تبعث الارتياح. وما أدرك لما ينجز مركزه بهذا المركز؟ هو مركز إيواء يستقبل الشباب يقضي ربما مدة العلاج التي تطلبها كل حالة. نعم. الشباب سيجلقى كل الذين يستفيدون من خدمة هذا المركز. سيجلقى كل ظروف الراحة والترفيه في هذا المشروع. مثلا. وما هي الظروف الراحة والترفيه التي سيوفرها هذا المشروع وهذا المركز؟ كان مرافق رياضية. كان ملعب كرة قدم. ملعب كرة تينس. كان مسبح. كان زوج قاعة رياضية. كان مرافق ترفيه. وكان مساحات خضراء. وكان غرف للإيواء. وكان مطاعم. المشروع حضراء ينجز إلى مستوى كما نقوله خمس نجوم. بهذا المستوى. تحتفى خامة. بدون تكلفة؟ التكلفة المشروع هي 130 مليار سنطر. لا. بدون مصاريف يقوم بدفع الشخص يحبه. أو بمقابل رمزي. لأن الهدف إنساني. يحبه غير ربحي. ويبقى الهدف إنساني. وكذلك رهما معنا الجهة الرسمية فيما يخص الأعباء من بعد الإنجازية التي ستتكفل بها لما يكون الوزارة المعنية. وأنجزنا على هذا المستوى من الفخامة. لأن الدور التاعه هو تجديد الحياة. يعني إنسان لما يأتي المكان. يرتاح. يجب أن نفروه كل ظروف وراحة في هذا المركز. بما أن المركز الوحيد على المستوى الإفريقي. على المستوى الشمال الإفريقي. أكيد سيكثر طلب من أجل الانضمام إلى هذا المركز. كيف ستتحكموا في الطلبات لأكيد ستتزاحم على مستوى إدارتكم؟ هو الأول على مستوى إفريقيا. نعم. ولكن سيستقبل الجزائريين فقط. يقتنوا على مستوى القطر الجزائري. قطلكين مختصين وخباراء. في كل مجالات. هم اللي سنجعلوا الآليات التنظيمية والقانونية لتضبط هذا العدد. وإلا كان وفقنا ربي. ولكن قينا إمكانية أننا نفتحه في ورع. ولا شو لا. على عدة مستوى الوطن. يكون على مستوى الشرق والغرب. ولكن هذه أفاق بعيدة المدى. ما نش مركزين عليها. نمركزين الآن على إنجاز المركز. كنجز المركز بإذن الله. صح طرقنا القضية حساسة التي هي العلاج تأهيل نفسه. أنه تقريبا كل الناس محتاجة للراحة النفسية. محتاجة أنها تريح. كنا نعاونه من ضغوطات اجتماعية. كنا نعاونه من ضغوطات يومية. ضغوطات العمل. ضغوطات العائلة. ضغوطات الأصدقاء. حتى ضغوطات الأحلام. لما نتكلم الشباب. الشباب يعني من مشاكل نفسية. لأن الشاب ممكن يحلم بشيء. ولكن الواقع يغيره كل إحباطات. وعليه. ممكن أن نخمه مع المختصين تقاليه. مقالية لتجعلنا أن نفتح مراكز على مستوى عدة ولايات من الوطن. حتى الآن لما أطلقنا هذا المشروع. لقينا استجابة كبيرة من كل أطياف المجتمع. وهناس كثيرة أبدأت استعداد. لتنجح هذه الفكرة. وتنجح هذه المشروع. وحتى أن يفتحوا فروع على مستوى ولاية من الوطن. واتجونا طلبات. قالوا أنه ممكن أن نوفركم كل الظروف المادية والمعنوية. لكي نفتح فروع على مستويات. أخرى. والخبرات التي ستستعين بهذا المركز. من أجل أن يكون فيه تقديم لأحسن نوعية من ناحية الخدمات. الخبرات كما قلت لك في علم النفس. الآن معنا الدكتور عتمان لخلف. عنده عشرين سنة خبرة في هذا المجال. يعمل كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أوروبا وكذلك في دول الخليج. هو لا سيحكف كيف يستفيدوا الشباب من الخدمات. كيف سيكون برنامج عن المركز. وكذلك سيكون برنامج تكويني للمؤطرين والمختصين والخبراء. بحكم أنها تجربة الأولى من نوعها. وممكن سيزيد ونزودهم. لم أعرف أن يتمكنهم كيف يتكفلوا بالحالات التي تجي لهم. معنا كذلك الدكتور عبد الحاق العميري. وهو كفاءة جزائرية كبيرة في مجال تسير وإدارة الموارد البشرية. كذلك وراءها كمستشار. نحن في الهيكا لتعنى الشباب يكونوا هم التالي الميدان. هم التنفيذيين. وكما يقولوا وحصلناهم خبراء مختصين من كل المجال. صغالحنا نمد الأفكار هذه المختصين الخبراء. وهم يزيدوا يأطروها. ويزيدوا ينضجوها. ويزيدوا يوجهونا. باش نخدموا عمل. يكون إن شاء الله رح يكون فخر لكل الجزائر. وبنسبة للمرحلة اللي يقضيها أو المدة اللي يقضيها كل شخص يتوجي إلى المركز من أجل إعادة التأهيل. خمتوا بضبطها. ما حال تتراوح مثلا كقيمة تقديرية أولية؟ على حسب الحالة كان حالة اللي ربما يجي يشوفهم بعد يروح. يعني يجي يشوفهم المختصين بعد يروح. ما يبيتش. كان حالة اللي تبقى أسبوع. كان يتبقى شهر. كان يتبقى شهرين. تقريبا على حسب الحالات خاصة لما نتكلم عن المدمين على المخدرات. كان حالة اللي تطول وكان حالة اللي ما تطولش. يعني لا نقدرش نحدهم مدة معينة. لأن الإنسان هو والعلاج تاعه. يعني الحالة اللي ركزتوا عليها بالأكثرية هي الإدمان على المخدرات. ما ركزنا عليها ولكن كذلك ركزنا على جانب الوقاية. لما قلنا نتكلم عن الشاب المحبط. الشاب المحبط مرشح بشي يكون مدمن. قبل أن يكون مدمن من الأحسن أننا نغلقوا عليه الطريق. أننا نحاول نأهلهم ونجدوا ثقة بنفسهم ونحاولوا أننا نجدوا له لحياة التاعب. ولي يكون عنده إحباط ربما شاب عنده إحباط نظرا لظروف اجتماعيا ما. وينضم إلى هذا المركز اللي قلت يضاهي الخمس نجوم. ما تخافوش بمجرد أنه يعود يخرج من هذا اللوكس اللي يكون عايشه. يعود يروح للمجتمع. يعود يصاب بإحباط مجدد. لا ولكن البرنامج العلاجي اللي راح يكون فيه أكيد راح نراعيه هذا الجانب. برنامج العلاجي اللي راح نراعيه فيه هو الدخل بشي يتعالج. وصح الخمس نجوم راح يلقى كل ظروف الراحة وكل ظروف الاستجمام. بعد يخرج الواقع آخر. حنا لما يدخل إنسان محبط نخرجوه بشي يواجه الحياة. بش أنه يكون إنسان صالح في المجتمع. بش أنه يشوف الحياة وش يشوف المستقبل تاعه. ونحن جبناها ليس لكي يستمتع ويستفيد من خداماتهم بعد. أصلا من هذه المشروع حبينا نستثمره في الإنسان. وربما حتى الشباب هم الطاقة عن المجتمع. هي أول طاقة. وهي الشيء الذي ننتقل عليها لأن نعتمد عليها في المستقبل. هذا الشباب راح ينرأوا للمركز على أساس أننا لنخرجوه إنسان صالح وإنسان. ومن خلال البرنامج التأهيلي وبرنامج التوعية والبرنامج الذي نديروه لهذا الشباب. راح ينرأوا هذا الجانب. ورح تكون فيه متابعة بعد التأهيل داخل المركز؟ لا نستطيع أن نقول متابعة ولكن برنامج تحسيسي. لكن تأكدوا أنه نجحت ربما نجحة التجربة. ولا نجحها نجحت فترة التدريب إن صح التعبير من أجل تأهيل هذا الشخص للمجتمع. ممكن رح تكون متابعة وكذلك رح يكون برنامج تحسيسي. المركز هذا مش أننا شغل كيم يقولوا رح نصلحوا به لكم. أنا رح نحلوا بهجاء المشاكل. المركز هذا عنده المهم أنه نحب أن نساهمه في حل المشكلة. المشكلة هذه أنه كان شباب كما نقوله بالدرجة كرا حياته. شباب مش عارف مع قيمته في هذه الحياة. رح ننساهمه باش نحاوله أننا كما قلت نجده في هذه الحياة. وكان برنامج اللي ممكن كانت توعيكين العائلة ثانية اللي لازم تلعب دور. سواء في التنسيق مع المركز أو في التنسيق آخر. ربما أغلب المشاكل التي يعانوا منها الشابة تلقابلين من بعضها من الأسرة. الشاب أو الإنسان لما يلقى الرعاية والاهتمام في العائلة التاعه لا يذهب للإدمان ولا يذهب للإحباط. لأن الجانب الحنان والجانب النفسي العائلة عندهم دور كبير فيه. ونحن كذلك سنقوم بمهمة تحسيسية أن نوع دور العائلات في هذا الجانب. إذن سيكون هناك تنسيق مع العائلات الأشخاص التي توجهوا لهذا المركز؟ سيكون تنسيقه وكما قلت نتهينا نحب أن نخدمه حاجة على أساس صحيحة. أنا مذبية أنني نعرف الحالة هذا الإنسان الذي يدخل. بعد أن يخرجه وش دير. أسكو نجح في حياته أسكو المركز ما نجحش. لأننا نرى أن نخدمه حاجة ستستمر لأجيال. ربما نجح أن نكملها وتنتهي المهمات. يأتي الجانب من وراءنا ليكمل المسيرة. الجانب هذا على الأقنق يجعله حاجة التي يمكن أن يزيد يواصل عليها. ويزيد يواصل. أسكو يعدلها. أسكو يطورها. ولازم يجعله أشياء علمية ودقيقة. ستكون متابعة. وفي حال شخص يكون قصد المركز. ومن بعد يكمل كامل فترة التدريب. ويعود يخرج إلى الحياة العادية. ومن بعد ربما يصادف مشكلة ما. ويرجع إلى نفس الحالة التي كان فيها. ستعود تستقبل الأشخاص الذين يخرجوا من المركز من جديد؟ وارد أن نعود نستقبلهم. وهذا مرتبط بالنظام والقانون الذي يضبط هذا. لا يوجد ربما اتفاقية تمضى بين الشخص الذين يلتحق بالمركز مع المسؤولين. ولا مع المركز ككل. من أجل أن يكون فيه التزام صارم بكل القوانين. التزام صارم أيضا بكل النتائج. لكي يحص ربما بقدر المسؤولية. وبضخامة المشروع بحد ذاته. الصارم ليس ستكون في العمل لتعنا بقدر أنها ستكون كينة توعية. ليس ستكون اتفاقية أو شيء من هذا القبيل. وممكن إنسان يروح ويعود يرجع. وارد جدا أننا نزيد ونعود ونستقبلوه. ولكن العمل لتعنا يتسم بالمورنة. ماذا بنا؟ أننا التوعية هي لتلعب دور كبير في العمل لتعنا في هذا المشروع. نرجع دائما إلى الناحية الإعلامية. دور الإعلام من أجل الترويج إلى هذا المشروع. ليمثل أحد المشاريع الكبرى بالجزائر. بما أنه يعنى بفئة الشباب. عدنا برنامج إعلامي ترويجي لهذا المشروع. أو رسالة هذا المشروع. لأن المشروع ليس مجرد بناء. سنبنوه والشباب ستعجب. بقدر أنه يحمل رسائل حب وتضامن وأمل. للمجتمع ككل. وهي مبادرة. ستكون رسالة عملية للناس. لذلك يمكن أن يبادروا شيء من هذا القابل. وعلى هذا المركز. وعلى هذا المركز. لأن نلقوا الناس بادرت بإنشاء مؤسسات. أو الناس بادرت بأشياء للمجتمع بحاجة إليها. لأنه لن نجعله غير الدولة وحدها. هذه الدولة لا تقدر. ويد واحدة لا تسفق. مليح أننا نكون وسند للدولة في أشياء من هذا القابل. برنامج الإعلامي كان وماضات إشهارية لتنذار. ممكن هي نوعين. وماضات إشهارية للمشروع. وماضات إشهارية للمشروع. نحن ندروا وماضات لتدعو لتدعيم هذا المشروع. وكان وماضات لتدعو للحب. وتدعو للتضامن. وتدعو للأمل. ونمد من خلالها رسائل للشباب. خاصة أنه معنا نخبة من المشاهير. ونجوم الفنانين. الذين بدأوا استعداد. أنهم يمشون في أعمال فنية من هذا القابل. كان كذلك مشروع أمل فني. سميناه أمل جزائر. يتكلم على دور الشباب في المجتمع. ودور الشباب في تنمية المجتمع. خاصة أننا الآن نرى في مرحلة البناء. وتشيد ومرحلة الاستقرار. يجب الشباب أن يأخذ دوره في هذه المرحلة. وأكيد الشباب الذين يأخذ دوره. يجب أن يكون شباب محبط ويائس. يكون شباب عنده همى وعنده طموح. وعنده إرادة. لكي يكون في مستوى التطلع. أذكر فقط بأن هذا المشروع جاء في إطار المشروع الضخم. وهو الجزائر بخير. والجزائر مازالها بخير بشبابها. وأنت مازالك معنا. سماعيل سنتبه. واش رايك نروحه. الزميلتي نسرين بمعزة. نخلي لها فقرتها. روك نأخذها. ستحدثنا اليوم على نبتة. ستكتشفوها معها. لكن بعد الفاصل. يالا تفضل. إذن نجد. أنا أتكلم لك لما يكون عندي حواف. لما تكون عندي أرضية ويمغروسة في الترعب. هنا ما نقدرش نعزل النبتة. ولكن دائما إذا كانت عندي شرفة مثلا. وعندي محبس مريض. يعني نبتة مريضة. نعزلها. نبدلها مكان. الآن بالنسبة لبعض النبتة التي طولت في مكان. هنا ما ننصح أنك مثلا نبتة متسلقة. تروح نتحيها بلاستها. عمركم ولا تبدلوا نبتة متسلقة. لأنه في غالب الأحيان. لما تكلم عن شجيرات. شجيرات. نبتة داخلية. ممكن. ولكن لما تكون عندكم نبتة متسلقة. سواء داخل البيت. ولا في الشرفة. عمرك ما نضيتها. يعني نحي النبتة من الجدار. لأن النبتة المتسلقة. عندها دائما جدور هوائية. إما عندها باش تحكم في الجدار. النبتة المتسلقة. لفت سلقت على الجدار. أفضل شيء أنك تنحيها. عالجها وخليها وراها. لماذا؟ لأنه بمجرد أنك تبدلها مكان. خاصة إذا طولت في هذا المكان. بما أنها تسلقت. إذا طولت. تحكم في هذا المكان. خلاص. خذت بلسطها والقات ترحها. وبدأ تمشي. بدأت توجه كما حبت. إذا هنا خليها. لأنه لو نحيتها. هي اللي حاتزافها لك. تقول لك خلاص. إذا نحيتها. حيشوفوا أنه السيقان. هذه التفرعات التي تكون متسلقة. تدبال نوعا ما. وهذا ما يحدث. لنشاهده بزاف. في نبتة البوتوس. وهي نبتة داخلية متسلقة. ترح تنحيها بلسطها. حتى إذا لم تسقط على الجدار. فإذا نحيتها بلسطها. وتتحكي على البلسطها. يعني لو بدنا لك بلسطها. أكيد أنه. شي جميل في نسرية. تخلينا نعيش. حتى نمو. نمو نبتة دون تخيله. لو نحيتها. نعم. لو نحيتها. تموج ديالها. والإنحناء ديالها. لو نحيتها بلسطها. أكيد أني حنشوف أنه. النبتة تحزن على بلسطها. نوعا ما. وشوفوا أنها تدبال نوعا ما. وبالتالي هنا. وش لازم ندير؟. لازم نقوم بعملية الزبر. وبشكل نحاد. بش هكذا. لتعاود تمد تفرعات أخرى. لأنه لما تدبال تفرعات ديالها القديمة. خلاص. لكن ما تعاودش. لازم نقوم بعملية الزبر. ما تموتش. ولكن. لازم نقطعها. بش تعاود تخلف لتفرعات. وحد أخرى. بش تعاود طوال من دارة. جديد لأنه هذوك اللي تدباله خلاص. يعني ولفت هذك المكان. ولفت هذك البلاسة. طوالت فيها. كبرت فيها. نخليها كي مراهن. وحتى لو حبيت نبدلها مكان. كين حاجة وحد أخرى نقدر نديرها. نقدر نقوم. قال أنا حبيت نبدل مكان. لهادة النبتة المتسلقة. أول شي نبدأ به. نبدأ نقطع. نبدأ نقطع. نقوم بعملية افتسال. بش ما نرميش هذوك التفرعات. بش نحافظ عن نبتة ديالي. إذن نقوم. أعجب أن هذة التفرعات تدبال. ولدبالت التفرعات. أكيد أني حتى لو قمت بعملية افتسال. لازم يكون في الماء. يعني ليدرو كولتور. ولا ممكن أنها تكون ناجحة. ممكن أنها ما تنجح ليش. لما تدبال هذة التفرعات. خاصة إذا جزت عليها مدة زمانية مثلا. فممكن أنها ما تنجح ليش هذة الفسائل. فبالتالي قبل ما نبدلها مكان. خاصة اللي عنده مثلا يرحل من بيت لبيت آخر. إذن وش يدير؟ يقطع الجزت هذك اللي رهو متفرع. حتى إذا كانت النبتة طويلة وتغيطكم وكلش. ولكن بالسيف. باش تحافظوا عن النبتة ديالكم. يجب أنكم تقطعوا الجهة اللي تكون منسقة في الحيط. وتأخذوا القصيص ديالكم. وهذك التفرعات تدروها فقط عاملية افتسال. يعني باش فقط ما ترموهمش. باش تعاودوا ديروهم لبيتات نبتات أخرى فقط. وهنا نقدر ننقل أسيس تعالي. ندهوين نحب. حتى إذا كنت نرحل كل عام. نرفض الأسيس ونبدلوا مكان دون أي مشكلة. يبقى الإخضرار موجود. ونكون حافظت على النبتة الأم. هذا مهم جدا. لأنه كان يتصلوا يقول لك لها البوتوس. غني حيتون بلاستو. حبيتنا نبدلوا مكان. خلتش مكان شدوا. حتى لو مكان شدوا. خليه يدشتوا. يعني ما كانش نمو في هذا المكان. إما توفروا الضوء في هذا المكان. إما تقوم بعملية صبير. في بعض الأحيان كذلك. أو طوال طوال طوال. وتلوى وتطلعوا وتبعوا للحياط كامل. ولكن عنده مدة. يعني شوفوا أنه التربة ما تبقاش غنية. يجب أن نجدد التربة مهم جدا. لأن هذه البلنت غير. بلنتها سيتمدلك في الإخدارة. سيتمدلك في النوم. ويتمدلك في طول ديالها. مستحيل أنكم تحافظوا على نفس التربة. كل عام تزودوا التربة تحتها بتربة تكون دبالية. تربة غنية. تربة تكون غنية بالمواد العضوية كذلك. مش فقط التربة التي تكون فيها فقط دبال الأوراق. كذلك الحشرات مهمة جدا. دن الدمال والدبال. وبالتالي تكون التربة غنية. حتى الفضلات الحيوانية مهم جدا أن نستعملها بعدها بطبيعة الحال التحلل. خاصة لأنه لديه نباتات في فصل الشتاء. وتكون صغيرة ويكون غير كيماشرها. وحاب يحافظ عليها مثلا. حتى الشجيرات على الفواكه مثلا في فصل الشتاء. وحاب يغرسها مثلا. وحطيناها في الحديقة. مهم جدا أن نستعمل الفضلات الحيوانية. ونستعمل الفضلات الحيوانية. لماذا؟ لأن العشب نعم. لأن لماذا هذه الأنواع. فضلات الحيوانية والقرط كما نقول. الفضلات الحيوانية والفضلات الحيوانية. لما نستعملها نوعا ما. سنجعل حرارة في هذا القصيس ولا في هذه التربة ولا على هذه الشجرة. مهم جدا أن تبقى الحرارة موجودة في التربة حتى إذا كنا في فصل الشتاء. وهذا ما نشاهده حتى في بعض المزارع. يشوفوا أنه في فصل الشتاء يدوروا هذه الشجرة بالفضلات الحيوانية. إما فضلت على الأبقار أو الحصان. وهذا دائما بعد تحلل فاية العام. مهم جدا أنه لو استعملتها مباشرة يروحوا يجبوها مثلا للملغابات نروحوا مثلا للملغابات بوشاوي. ننقاول الفضلات على الحصان. نرفضوها. يجبنا ربرة متحلة ولكن هي يربيع عندها 15 نيوم. تشوفها ترفضها يجبلك ربرة متحلة وكأنها غبرة تستعملها لا سيديتيلي. هي حامضة. لا سيديتيلي فيها. ستحرق لك كل النباتات. واستعمال كذلك هذه الزنغري بشكل عشوائي ممكن أنه كذلك يحرق لك النباتات. دائما نستعمله بعد تحلل الفضلات الحيوانية عام إلى أكثر من عام كي يطلب 16 شهر كل حيوان عنده الفترة أو المدة الزمانية التي يجب أن تحلل فيها الفضلات. وبالتالي بعد ذلك نستعمل هذه الفضلات لأنه في فصل الشتاء ستبقى التربة تحافظ على الحرارة ديالها نوعاً عنها. وهذا لم يستحق الجدور. لن يكون أكثر نمو وأكثر عطاء في فصل الربيع. أكثر أزهار سواء بالنسبة للنباتات المظهرة التزيينية. أكثر أزهار ما نتعلم بالنسبة لأشجار الفواكه. أكثر فاكهة. أكثر إنتاج. شكرا لك نسرين. شكرا لك لطفي. وشكرا لك. إذن ليست فقط النباتات التي تحتاج إلى دفء وراحة من أجل الاستمرارية والعيش. لكن حتى شبابنا يحتاجوا إلى الدفء العائلي. نرجع لك سيد شاولي اسماعيل رئيس سنفيدي. لمركز الراحة النفسية. ضرورة أنه توفر للأشخاص ليستقبلهم من مركز هذا الجو العائلي وهذا الدفء من أجل أنه يكون فيه مواصلة للعيش داخل وسط أسري. نعم. أصلا نحن منطلقت على الفكرة أنتعنا أنه كانت مشكل لما بحثنا في الأسباب التي تخلي الشباب تخليها محبطة وتخليها مدمنة عن المخدرات. بحثنا على السبب الحقيقي. صح متعارفة عليها نقدر نقول عليه إعلاميا أنه شباب لما ما يلقى خدمها وشباب لما عدى خمام في الزواج وعدى خمام في السكن يلجأ الإذمن هي لالا. هذا مجرد سبب بصير جدا. صح الشاب لما يلقى الدفء العائلي يلقى الأهل التاع ومدخلين فيه يلقى الأهل التاع وكما يقول عطي له ذلك الدفء العائلي لا يلجأ للإدمان. الشاب لما يكون عنده مشكل أقرب الناس لذلك يجب أن يلجأ له هم العائلة. صحيح لك كان عنده مشكل ومحتاج لما يحكي هم بها يروح للعائلة وليلقاها ربما يلقى الأب مشلتي به ربما يلقى الأم ولكن أنه الأمهات هم أكثر الأشخاص الذين يحملوا الأبناء ويحملوا الهام التاعهم. لقى ثاني مشكلة كبيرة كأن نقص التواصل ما بين الشاب والأب بين الأجيال سرع الأجيال هذا ثاني مشكلة آخر ولكن المشكلة الكبيرة هو الجفاء ما بين الإبن والأب تلقى تلقى بيناتهم تقدر تقول سرع خافي هذا هو سرع الأجيال هذا الإنسان يقول الأب التاعي لازم يدلي وهذا يقول نقص الحوار فصة العائلة الثاني سك بين أهم الأشياء التي خلت الشباب جاء الإدمان وخلت الشباب يعني من هذه المشاكل النفسية بالنسبة لانشغال أو مشكل الإدمان ربما بقدر ما هناك مرض ظاهر يعني ولا حالة ظاهرة بقدر ما فيه علاج لتلك الظاهرة بالإقلاع الإدمان وهو شيء اللي رح تساعده من خلال الشباب المدمنين لكن عندكم إنشغال آخر هو مشكلة الهجرة أو الحرقة كما نسميها وشي الحلول ربما المقترحة كيف سيتم تبني هذا الشباب لعندهم هذا الهاجس في ذهنيتهم الهاجس هذا المنطلق والسبب هو اليأس والإحباط وكما نقول لك في نظره هو أنه لم يكن فضاءات الممكن أنه الإنسان يلقى روح وملقى خدمة في بلاده ربما يروح المنطلق هو اليأس والإكتئاب من خلال برنامج تحسيسي ومن خلال برنامج العلاج من خلال المركز ينبين الشباب وبالآذلة المجتمع الذي نعيش فيه بأنه هذا المجتمع فيه الخير وفيه فضاءات الذي يقدر أن يفرج طاقاته سوف نفتح العيونه على الحقيقة الحقيقة تقول أنه خير كبير في هذا المجتمع والدليل هذا المشروع مشروع مركز صراحة نفسية الأول منه على مستوى إفريقيا أطلقوه شباب والله يلقينا كل الأب مفتوحة ويلقينا كل الناس قدمتنا هذا الدعن على لأنه أصرينا كان عندنا الإصرار وكان عندنا العزيمة وكان عندنا الإرادة كان النجاح عنده معادلة طبقها أي إنسان مهما كان سينجح معادلة النجاح هي العمل زي الإصرار يعني إنسان يحلم بشي لا يبقى يحلم فيه ويشوف السما ويتمنى ويتحقق لا لا يحلم هذا ويعمل ويعمل بشي حقه وفي خلال العمل ستجه حقابات ومشاكل ومشاكل ويجب أشياء التي تثبطوا يجب أن يبقى مصر لا تحقيق الحلم لا تحقيق الطمح وأكيد سيتحقق وهذه سنة الله في الكون أنا إنسان أنا شاب كما كل شباب إمكانياتي بسيطة وعندي طريقين كباقي الشباب نعطي مثال عن نفسي كان عندي طريقين إما أنني نروح لطريق الإدمان والحرقة والمشاكل أو أنني نروح لطريق النجاح والحمد لله خطرت طريق النجاح ورفقت كثير من الشباب تصادفنا كثير من الأمور يعني صادفنا كثير من الشاكل من خلال هذا المشروع توقفنا عندنا وقريب من فشلتنا وقريب الحلم هذا قع راح ولكن لما بقينا مصررين في البداية كانوا ناس يشوفونا صغار يقول لك أنتم ومشرك هم تديروا لعب ذراري هذا أنتم صغار أنتم صغار أنتم تقدروا أنتم ذلك ولكن كل الناس الذين قالوا هذا الكلام قاعدوا تراجع على كلامهم مع له لأنهم شوفونا مصررين ومصررين على تحقيق الحلم والدليل أنه شغل والآن المشروع أرى في طريق الإنجاز عندنا الأرضية عندنا الدعم المادي والدعم المعنوي لهو الأساس وانطلقنا من السيفور كما نفس الشيء لأي شاب أي شاب عنده طريقين إما أنه يختار طريق النجاح أو طريق ضياء لما نتكلم عن الحرق الإنسان يحرقون يروح إما أنه يتحفظ البحر أو أنه يروح ثمات ربما لا يلقى الظروف المهيئة نفس الشيء هل الإدمان إنسان لما يكون مدمن عن المخدرات هل لما يتعطى المخدرات ستحلوا المشكلة ستتأزم أنه هذا هي طريق ضياء ولكن لما يدير مشروع في حياته أو يدير هدف في حياته أو يطمح في حياته سيحققه يحققه من خلال خيرة شباب تلقاها ربما في الظروف العادية يشاب طاموح عنده حلم حاب يحقق أشياء ولكن لما يفتقد هذه الأشياء لا يحققهم وأصيب بالإحباط طيب بالنسبة إلى المواسم ربما التي سيتم خيرها استقبال كل الشباب هل من مواسم محددة أم الأبواب ستكون مفتوحة على طوال ومدار السنة لا نقدر نكون مواسم محددة ولكن أكيد سيكون كل موسم وعنده البرنامج الخاص لا نقدر نقول بللي كان مواسم محددة ربما موسم الشيطاء وليس كما موسم الصيف حتى كان الناس ربما ظروفهم تسمحهم أنهم يجوا في الصيف وبالنسبة المتمدرسين ربما ستواجهكم حالات وين يكون الشباب يعنيوا من حالة إدمان ربما في نفس الوقت يكونوا متمدرسين أو طلاب بجامعات أو ثانويات كيف ستتعاملوا مع حياتهم اليومية وحياتهم الدراسية ربما في مخص المتمدرسين قد يكون هم الفئات التي جنا خلال فصل الصيف موسم الصيف يعني موسم الصيف يكون قليل وكذلك هذه الشريحة بالذات سنمسوها بالبرنامج التحسيسي هذا هو وكذلك نقطة أيضا أخرى مهمة بالنسبة إلى أي حالة ربما من أجل تخلص من المشكلة تلجأون إلى عزل الحالة عن الوسط الاجتماعي ككل بالنسبة إلى الطرق والسبل التي ستتعامل فيها من خلالها مع الأشخاص التي تم عزلهم وستكون المعالجة جماعية أما حسب الحالة وانفرادا نحن في المركز سواء في الإيواء أو في العلاج رعينا الجانب الجماعي والجانب الفردي أكيد كل فئة سيكون لديها البرنامج ربما حتى في الإيواء كان الآن عدنا 120 سرير مزعين على 60 غرفة ستكون غرف فردية وغرف ثنائية يعني فيها سريرين وغرفة لي فيها 3 أسر حتى في الإيواء ربما كان حالة التي يجب أن نعزلها هذه الحالة التي ربما تستفيد من الإيواء للغرفة بسرير واحد يكون عندها برنامج خاص بها ربما حتى في العلاج ربما تقتضي المختص التي تتابع في ذلك الحالة سيتابعها 24 ساعة لا يتابعها خلال فترة معينة أكيد سيكون عندها برنامج خاص بالنسبة إلى اختتام أشغال تهيئة المشروع وبرمج إلى أي أثاق المشروع المدة لإنجاز 36 شهر الآن في الأشغال الجيوتقنية على الأرضية لمنها حد كيف نضع الأساسات هو ربما شيء تقني سنضع حجر الأساس في أواخر مارس أو في بداية أفريل على أواخر مارس أو بداية أفريل بمناسبة حول الفصل الرابع نديروا نشاط بهذا الحجم في الظروف العادية ستكون 36 شهر لحسب المختصين نتمنى أنها تكون أقل أو نتمنى أنها تكون وإلا كانت أكثر ربما هذه مرتبطة بعدة مطايا سنبدل كل جهدنا أن يكون المشروع في خلال 36 شهر واجد ويستقبل الحالات وشكون راح يكون شركاء المركز كان معنا الجهات الرسمية اللي هم الوزارة المعنية وزارة شباب الرياضة ووزارة الضامن ووزارة الصحة وكذلك شخصية المشاهر اللي معنا وكذلك المؤسسات ومتعامل الاقتصادية اللي ماشيين معنا في هذا المشروع شاولي اسماعيل رئيس تنفيذي لمركز اللي رحل نفسيا نشكروك على تبيه التعب ونتمنى لكم نجاح في هذا المشروع ويعني تحصد وطمار النجاح وأكيد رح تكون عنا رح يكون لقاء آخر من أجل أن نتحدث عن المشروع اللي رح ينفذ خلال سنة 2016 كأفاق مستقبلية شكرا لي من شاء الله عفو